أول سؤال من هذه الأسئلة بيقول عايزة أسأل حضرتك سؤال أنا مخطوبة لابن عمي غصبا عني ليه كفل الشر؟ وعايز يكتب الكتاب وطبعا أنا مش موافقة أنا في سنوية عامة ومش عايزة أخذ أي خطوة دلوقتي علشان ما يحصل مشاكل ويتأثر على دراستي ده غير إني تعبانة نفسيا جدا ولو سمحت قولي أعمل إيه أول حالة ما تجاوزيش ما تجاوزيش غير وانت راضية أول حاجة هو تكوني هتتجاوزي قبل 18 سنة عشان أنت بتقولينا في سنوية عامة فأنت لو عندك 17 سنة و16 سنة وأهلك عايزة النوكي ما تجاوزيش لما قلنا إن البنت ما تتجاوزها قبل 18 سنة احنا كنا عايينين عشان اللي انت بتقوليه ده في فترة ما قبل 18 سنة أو لما تكون الفتاة تحت مفهوم الطفولة الجواز بالنسبة له بيبقى عايب قوي وما بتقدرش تتصرف فيه وما ينفعش إن الأهل لما يشوفوا بنت عندها إحساس بذاتها وعندها قدرة على إن هي تاخد قرار يفضروا كسروها عشان هم خايفين من إن هي تخرج عن طعم مش بس تخرج عن طعم خايفين كمان من حاجة وحشة قوي خايفين عليها من دماغها إن لمؤغزة تعمل عمل مش مناسب للحفاظ على شرفها يا سيدة المسألة مش كده خالص اتقوا الله سبحانه وتعالى البنت مش عايز تجاوز بتقول أنا هتجاوز ابن عم غزبا عني عشان تحافظوا على الطين يعني اوه هتحافظ على الطين فتخلي حياة بنتك طين انت كده بتغضب رب العالمين اوه عشان تحافظ على الفلوس ما تخرجش برة تخرج بنتك برة برة حنانك وبرة حبك وتحس بنتك ان انت انت مش شايفها لا تتضيع لمن تعول ان من أعظم اسمي ان يضيع الرجل من يعول السؤال والكلام اللي قالته البنت كلام مليان اشياء مهمة جدا جدا انتوا شوفوا هي بتقول ايه بتقول انها هتجوز غصبا عنها وعايز تكتب كتاب ويا تعبانة نفسيا يا راجل انا عندي ما نستطاع منكم البقى تفل يتزوج هي كده غير صريح لان ان يتزوج الكلام ده للراجل واللست هي غير صريح الشخص اللي ما عندوش تعافي نفسي ما يتجوز انت كده بتجوز عشان تطلق انا معرفش انت عايز تجوز عشان تطلق ولا عايز تجوز عشان تسعد هي دي بنتك لو بنتك ما تجوزهاش ما تجوزهاش على الحالة دي انتوا ليه بتكلموا كده انتوا مش عايزين نستر بناتنا لا انت فاهموا غلط كلمة نستر بناتنا كأن البنات دولة مصيبة عايزين نخلص منهم وعشان ينتقل من عندهم حفظ عرضها تروح لحد تاني عشان يحافظ على عرضها بلاش الطريقة دي في التعاون مع المرأة بلاش الطريقة دي التعاون مع البنات البنات نعمة يا راجل ده البنات دولة هم الحجاب من النار حضرت النبي بيقول كده اللي عنده تلاتة من البنات فاحسن تقديبهن ورعايتهن هو حد يكره ان البنات تتجوز بس اوعى تقول لي حد يكره ان البنات تتسطر كأنهم عوروا عايزين نخبيها لكن تتسطر يعني ان هي بنطلب لها السعادة ممكن نغير المفهوم ده عندنا ان بناتنا عايزين نجوزهم عشان نسعدهم مش عشان دي حاجة لازم نخبيها والله بأمانة والله العظيم ما زال حتى الان فيه الناس بيتعاملوا مع زواج البنات كده بحدش يزعل انا بتكلم على السؤال اللي واضح من بنت ان البنت دي كرة لهب فإيه اللي بيحصل فواحد بي كرة لهب نرميها فوش الزوج بقى وابن عمها بقى يشيل بقى ايه يحافظ عليها ويحفظ عرضاه مين قال ان الاصل في البنات ان هم مش يقدروا يحافظوا على عرضه مين قال كده لا 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 ده اتهم اتهم لا يرضاه الله سبحانه وتعالى لابد ان احنا نحترم ونكرم من كرمه الله سبحانه وتعالى ولا قد كرمنا بني آدم لازم نحترم من وصنا النبي صلى الله عليه وسلم بهن لا انا مش شايف ان انت اللي بتعمل ده صحيح بتقولي لي اعمل ايه ما تتجوزيش وانت تعبانة نفسي ما تتجوزيش وانت حد انت مش قابله ليه طيب لان الجواز بالرضا وبقولي والدك ما تعملش كده بنتك لان انت لو جوزتها على الحالة دي عاد جيلك متطلق فعشان بالله عليكم بلاش الطريقة دي عشان نسب الطلاق مش نهي احنا مش نقصين مش نقصين نزيد الطينبل مش نقصين كمان نجوز واحدة عشان نشوفها متطلقة بعد كده طب نعمل ايه البنات 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 مش عارفين مصلحتهم ليه فرضين ان البنات مش عارفين مصلحتهم طب ما ننصحهم ما نقعد معهم ونكلمهم ما نقعد معهم ونشاورهم ما نقعد معهم وناخد رأيهم ما نعمل كده خصلين حاجة هو كل واحد فينا يتخلى عن مسئوليته ويسيب البنت تفكر لوحدها وبعدين يفجيئها انا عايز دلوقتي اقوم بدور ابوكي اللي هو هيكبرك على الجواز ايه جماعة اللغبطة دي طب ما ترعى اولادك من الاول ما تقعد معه وتشوفها يا بتأمل بايه ما جايز لو قعدت معها تحس بالامان وبعدين تكتشف ان فيه ابن عماها دي في حياة حلوة وتكتشف ان هي ممكن تتجوز ممكن تكون هي مش عايزة تتجوز لان هي شايفاك متخلية عنها فهي عايزة تقولها ان اروح ليه اتجوز واحد شبه والدي اللي هو متخلية عني فاطلع من هنا ما عنديش امان اروح في بيت كمان ما فيوش امان ليه اجرر نفس تجربة حياتي فعشان كده بتقول ليه ليه اعمل ايه لو سمحتي اتجوزي وانتي قبل اتجوزك اتجوزة وانتي عندك قبول لو ما فيش قبول ما تتجوزيش محدش يقدر يخص بحد على انه هو لو ما كانش عنده قبول انه هو متجوز